عندنا أجندة مراد صغيدي كل سبت من نص نهار لساعتين على إيفام أحلى غديو عندنا أجندة مراد صغيدي كل سبت من نص نهار لساعتين على إيفام أحلى غديو مرحبا بيكم مرحبا بيكم على إيفام عندنا أجندة كما كل نهار سبت من نص نهار ماضي ساعتين حاولونا نرجعوا الأحداث بشيء من المسافة بعيدا عن الظوضة برنامجها اليوم بيش يكون ضيفه في الجزء الثاني من البرنامج واحد من المحامين المكونين لهيئة الدفاع على شكري بالعيد ومحمد البرهامي كثير بو عليك بعد الندوة الصحفية المهمة اللي عملتها هيئة الدفاع نهار لربع اللي فات بمناسبة الذكرى الحادية عشر لجنازة العاشرة لجنازة شكري بالعيد ملفات جديدة بعض المعلومات الجديدة هل سيتقدموا الملف قضائيا ما هو رأي الهيئة في قرار وزيرة العادل بالتكوين لجنة مختصة المعلومات الجديدة هذية المهمة هل تغيروا بالفعل مجرى القضية أعليش فما التعطيل وهل أن الهيئة في حد ذاتها ما تنجمش هي ذاتها تكون مصدر للتعطيل عدة تساؤلات باش نحكيوا فيها مع كثير بو عليك بداية من ماضي ساعة بعد شوية مباشرة من حلب باش تكون معانا ميساء سلوم من سوريا أعنف زلزال في تاريخ البلاد شنوية الأمور على الميدان في سوريا في زلزال هز البلد وهز كل منطقة الحدودية مع تركيا التفاوت في وصول النجدة بين تركيا وسوريا وما يتركوا من بصمة على العمل اليومي لفرق الإنقاذ وضعية الحق تؤلمنا كلنا إلى جانب معناها العدام هذا في العدل إذا صح التعبير على مستوى التوازنات الدولية حدث الأسبوع اسمه أميرال بوراوي الناشطة الفرنسية الجزائرية هربت من الجزائر خلصة تعدت على تونس مشات البريز هل أنه هذا يدل على دخول العلاقات بين فرنسا والجزائر في أزمة جديدة ما هو دور تونس في المسلة هذه ضيوفي بش يكونوا بعد شوية مجيد زروقي صحفي بجريدة الموند المختص في القضية هذه واللي كتب عليها والهاش مبادرة محامي أمينة البوراوي بعد شوية يكونوا علم باشر قبل هذه ضيوفي بش يكون مخرج للفيلم أشكال اللي قاعد يتعدى حالياً على القاعات فيلم يستاهل الاهتمام أشكال اللي موجود حالياً في القاعات تونسيا فيلم نوع خاص فيلم دو جوري هذا صحة تعبير فيلم بوليسي ولكن عنده خلفية تهمنا الكل هاو نكتشفوا البنانانوس وبعض دقيقة يكون معنا مخرج برنامج أشكال يوسف الشابي موجود بحميله باشانت بيع النار متحركتش بس الحدش متسكتش اشتركوا في القناة 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 بزيدة بش نكون واضحي لا 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 حيث بالعكس على كل حال والجزائر لم تحتج على تونس على ما حصل في تونس حول هذه القضية يحتجت على ما حصل حسب أقوالهم حسب أقوال الخارجية الجزائرية على ما حصل في الجزائر وهم يقولون كان فيه تهريب أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس أولاً مع مؤسسات مشاركة فرنسية نعم نعم مجيد أقعد معايا لحظة واحدة لأنه بش نحي كذلك يدخل معنا على المباشر من أبرز المحامين وفرحان باستقبالوا اليوم في عنا أجندة سيئي شمبدرة مرحبا بيك هيا وينه سيهيشم تسمع فينا سيهيشم لا هو يسمع فينا واحنا ما نش نسمع فيه سورة باهية سيهيشم بدرة موجود في تونس نذكر له موجود له في الجزائر له في فراسة له في السرية موهنينا سيهيشم ومركباهية لا خلي هاني معاك أنا هاني في داري بحديك نسمعني تاو ماهو تاو نسمع فيك مية في المية باي ما جيت زروقي زميلنا وصديقنا من جريدة الموند واللي هو اللي كشف جريدة الموند كانت سباقة في أعطاء الخبر حول أميرة بوراوي انتي محامي أميرة بوراوي وقتاش سمعت وأنه أميرة بوراوي سيهيشم دخلت للتراب التونسي وقت اللي وقت اللي طلبني صديق لها لا دخلت للتراب التونسي لا ما سمعتش لها أنا سمعت وقت لها تشدد نسمع فيك هاي أنا سمعت نهار الجمعة المشهدية اللي قبلو نهار الجمعة يجي ست مش مشكلة يجي نهار ثلاثة فيبو وقت اللي هي تشدد واتصل بها أحد أصدقائها من باريز جزائري هو وقال لي أستاذ رايتشان فمشكون اللي من أصدقائنا من المجتمع المدني التونسي وحقوق الإنسان والنسويين وعطاه الاسم بتاعي أنا فهمتك بي نرجع معاك مجيد زروقي بالحق أميرة بوراوي كانت تعيش في ظروف صعبة ياسر في الجزائر سمعناها تكلمت في انتربيو في تيفي سانك موند قالت عندي تهديدات عندي سمعنا على رقبتي هل الدرجة هذه كانت مهدة في الجزائر أميرة بوراوي؟ نعم نعم يعني إبيت داموكلاس لأنها ألا إتي كونداني عامين سيجن سان ماندى دو ديبو ولكن كانت أستطيع رتوني في كل وقت وفي كل زمن إذا والا وأي كانت يعني في الشهرين السابقين كانت تشتغل في راديو أم وكما تعلمون راديو أم الحكومة الجزائرية أغلقتها وكما تعلمون راديو أمير أبو راوي أمير أبو راوي وتعدي الحدود التونسية خلصة هذه خلينا نقوله استراتيجية معقولة لأنه ما تحبش تذر ولا ما تحبش تخبر ولا ما تحبش تخلي الشرطة الجزائرية تتعمق في البحث على دي كونبليس ولكن بالنسبة للرأي العام في تونس القضية هذه خليت الصورة الحاصلة وأن الحدود التونسية ينجم واحد يدخل لها ويخرج لها كما يحب وأنه إن فواه واحد يدخل لتونس وعنده برسبور فرنساوي تولي سيادة تونسية خلينا نقوله تنحني أمام إرادة قنصل فرنسا تفهم هايش مبدرة وانتي مكش محامي بركة نعرفك مسيس وعندك خبرة كبيرة تفهم الإحساس هذي عند الرأي العام في تونس؟ نفهم الإحساس هذي نفهم اللي عندنا غيرة على الوطن متاعنا نفهم اللي الأمن متاعنا يعمل في معجزات باش يحمي الحدود متاعنا والتراب متاعنا نفهم اللي فما فرق ما بين مناضلة طبيبة جينيكولوج مناضلة متحقوق إنسان تشق الحدود وإلا إساني تاجر بالمخدرات ولا بالعملة وإلا إرهابي وأنا عندي فرق بينهم الزوز وكان مذابي هذي موجود في أذهان ولد وطن هذي موجود في المعامل 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 هذي موجود على المعامل هذي موجود في المهوت أربطاني تعامل خلفت مع موجود في الزوم ومشور إنستсячا غير نوازل ومحب المعرفضة لكي تفعل في هذا المعرفض لكي تفعل ومعرفة سوف تكلم بمقاطعة لكي تفعل لمعرفة ضد جيدة بعد كله ايضا لعضي نصبغ الانجرية وأنه على وقالتها في تحديث في المحاولات سيخافتك إذا أعجب أن ستكون مدعونا بواعوه إلجالا بعد كنت تدريبا بواعوه إليه مدعونا بواعوه إليه بالمعهوطة laying منطقة للجهاد سنة فنتمت بولة الغدود الجزاية الطنسي الجزاية للتنسي فقط heureusement 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 avec des liens familiaux commerciaux aucune frontière n'est étanche je ne sais pas qui l'a aidé d'ailleurs moi ce n'est pas du tout mon sujet mais le problème avant tout c'est il est politique en Algérie c'est que cette dame s'est sentie en danger a voulu fuir pour le côté tunisien dans ce schéma triangulaire il y a aussi la relation Tunisie-France et aujourd'hui la question politique qui se pose est-ce que c'est sur un ordre présidentiel tunisien que Amir Aboura a pu quitter le territoire tunisien elle-même l'a dit c'est suite à une intervention du consul de France à Tunis pour dire les choses clairement la France a eu plus de poids auprès des autorités tunisiennes que l'Algérie effectivement d'après nos informations il y a eu intervention directe de la France enfin intervention contact je ne pense pas que ça se soit passé de façon tendue mais en tout cas la France a pris contact avec les autorités au niveau de la présidence et au niveau de l'Algérie donc au plus haut niveau est-ce que pour vous alors je reviens aussi est-ce que d'après votre votre contact avec Amir Aboura oui est-ce qu'elle a eu à un moment peur que l'intervention du consul de France n'aboutisse pas elle a eu peur surtout que elle n'aboutisse pas ou qu'elle n'ait pas le temps d'aboutir puisque maître maître Hachim Badala pourra vous l'expliquer puisqu'il a assisté en direct à ce qui s'est passé les policiers tunisiens qui l'avaient arrêté une deuxième fois à la sortie du bureau de la juge parce que la juge l'avait libéré quand même et lui avait rendu notamment il n'y a pas eu de mandat d'arrêt et je crois qu'elle était censée être disponible pour le 23 février prochain pour un nouveau passage devant la juge donc il n'y avait pas de mandat d'arrêt et il n'était pas question de l'expulser vers l'Algérie puisque madame Borawi a fait acte de citoyenneté française elle a dit voilà je suis française parce que Borawi est rentré en Tunis qu'avec ses papiers français c'est un détail qui est important elle a laissé ses papiers algériens en Algérie justement pour pouvoir se présenter comme une ressortissante française en estimant que ça l'aiderait à passer en France ultérieurement Majid on va écouter Heishem Badra si il est qu'on a reçu avec nous Heishem Badra il n'y a pas qu'il n'y a pas fait ou il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas en Tunis à la chaude la chaude la chaude la chaude la chaude comme celui qui était au national dans le bureau sans LI se pas encore il est qu'il n'y a pas avec nous et le n'y a pas qu'il n'y a pas Grossisi et le n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas de l'esté avec La chaude la chaude et l'est إلى عنوان اللي احنا ما نعرفوه شوين احنا عياتنا لنقبنينا لنمشنو اللي جراء وين قال أخلطوا للمطار وقت اللي هي هما مهزوهاش للمطار وقتها هما هزوها للمقر بتاع الإدارة العامة للأجانب والحدود هل أنه بالنسبة ليك حسب معرفتك أنت وخبرتك هل أنه وقتها الجزائريين حاولوا يدخلوا وحاولوا وأنه يضغطوا على سلطات تنسية بش يعطيها وبش سلموها للجزائري الأكثر على خطر تمشكون من أصدقائها عمل لي تليفون قال لي في الوقت هذك ما زلت ما نعرفش أما مع الخمسة متاع العشرية قالوا لي راهي مش تتوجه للمطار بش تترحل في الطيارة متاع السبعة للجزائر وقتها السلطات التنسية ما استجبتش للطلب الجزائري وقتها أنا نغزر لها وقابلتها وقلت لها كلمتين وقالت لي جوز جو مل في مقر الإدارة متاع الأجانب حدوده الأجانب في شارع خير الدين باشا هل أنه تعتبر اليوم وأنه إجرائيا ولو باعة المسألة ولد سياسيا هل أنه إجرائيا قانونيا اللي صار لكل حاجة عادية أم أننا احنا في ظرف استثنائي إيقافها وقت اللي هي خارجة من المطار نهار الجمعة أمر قانوني وعادي على خطر ما برهنتش على طابعة ثاني في الجواز السفر الفرنسي متاحها ما ورطش جواز السفر جزائري ما فماش حتى تراسم تدخولها لترابة تونسي فوق الوردينتور متاع شرطة الحدود ولجانب في مطار تونس قارتاش أنه يحقوا معها وحقوا معها بكل احترام بحضور أنا ومحامي آخر لأستاذ فتحي ربيعي هذا أمر معتاد أنه مشاوروا النيابة العمومية والنيابة العمومية تقول احتفاظ هذا أمر معتاد أنه تتعدى نهار لحد قدام نيب وكين جمهوري المحكمة إيابي تونس في البرمانوس بتاع نهار لحد وأنه يمذلها في الايقاف حسب القانون بعد خطر 48 ساعة وفت هذا أمر فيه احترام تام للقانون أنها تجيل المحكمة نهار لثنين ويقع تكييف الجريمة متاحها من قبل الوكيل الجمهورية اللي هي اجتياز حدود هذا أمر عادي جدا وفيه باتفاق مع القانون تتعدى قدام القاضية من هنا أنه في المكتب وما هيش علنية وأنه يحذر معانا العون اللي هو بزي المدني بجنب عون المحكمة اللي هو بزي متاع الشرطة اللي هو عنده الحق يحذر أنه يحذر العون المدني هدايا هدايا أمر غير معتاد الشيء اللي عملته القاضية كله في مطابقة للقانون وباحترام تام للقانون أنها رجعت لها جواز سفر متاحها الفرنسي في الجلسة قدامنا هذا أمر كله احترام للقانون أنها في خروج تقولها مش ترجعنا نهار 23 باش نثبته في حاجة بياعة هذا كله احترام للقانون أنها تتهز بالطريقة المفاجئة هذيك وبالسرعة هذيك هدايا اسمه اختطاف وبعد تولي أمور أنا أمانتي أهم حاجة سيهيشم اللي هي تمثل استثناء توتيقة الكل عادي لإجراءات اللي حكيت عليها الكل عادية سواء في دارة حدود ولا جنب أو مع البحث 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 الأول أو مع القادة في محكمة ناحية لكن وقت دخل قنص الفرنسة هولي ندخل في المرحلة السياسية بامتياز هذيك 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 أنا أمر يتخطاني أنا في اللخر نبدأ فرحان اللي المنوبة متاعي وصلت وين تحب هي توصل من هارلول وأما أنه السلطة السيادة التونسية في السلطة اللي دخلت أنها تتيحلها باش تاخد طيارة هذي داخل في البروجاتي في السلطة التونسية أنها تنجم تعرف عليها بعد حكم تنجم ترخص لها وقتها مش عجب أنها ترحلها للجزائر أمر معناتها مدام هي ما يش مطالبة على الليستة متاع الانتربول مثلا الأمر كما هذي ما فهمتش عليش أنها يقع ترحيل هالجزائر أنها تمشي وين تحب هي ويقع ضغط متاع الدولة أخرى أمر ترحل السلطات التونسية هيش مبدرة نسألك نفس سؤال وليس نسأله المجيد الزروقي هل أنه الحالة متاع أميرة بوراوي هي حالة شاذة بالنسبة للمعارضين الجزائريين أم أنه حسب علمك فم حالات أخرين متاع التدخل الجزائري لمعارضين جزائريين موجودين في تونس فما اتفاق ضمني والمكتوب بين الحكومة الجزائرية والحكومة التونسية الدولتين من عام 64 باش يسلموا لبعادهم أنه فما اللي طلبته تونس تسلمته من عند الجزائر واللي طلبته الجزائر تحصلت عليه من مواطنين جزائريين من عند تونس والأمث الهدية موجودة أول مرة ظهر لي تطلب الجزائر مواطنة جزائرية لكن الحالة هذه خاصة لخطر عندها جواز سفر فيرنسي في نفس الوقت هي تنجم تقول حالة متاع أميرة بوراوي مجيد زاروكي نفس السؤال نسل كنت تتابع عن قريب العلاقات بين الجزائر وفرنسا هل أن الحالة متاع أميرة بوراوي هي الحالة الوحيدة أم أنه حسب معلوماتك السلطات الأمنية الجزائرية عندها معارضين أخرين في تونس تنجم توصل لهم وكتحب عليهم تنجم يعني هذا سوال دقيق وخاتير وخاتير دقيق وخاتير لأن لدينا 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 في شهر عاوط 2021 كان مقارب الجزائرية من لحيان كابلي وكان وكان أم سليم أم حفظ كان مقيم تونس تونس كان يحفظ في تونس تونس الأشخاص كان فيها كان يجيز وكان كان يزيز من تونس وكان يزيز جزائرية وكان مقيم يجيز مقيم لدينا وعن لذا فإنذا المسلم يبدو في مقامتونس يستمر بحثة على المقامتونس وله يحبب فيها من ولم نعرف ولم يتعرف فيه هذا هو الشيء للإحزائق ولكنه يحبب في المقامتونس ولكنه يوم مقامتونس وهنا ندعم تقديم لذلك ولم يعدون أن نعرف في يوم وليس ينحطونس لذلك يومونسان عمر مقامتونس بلقانون حق يكون نذكر زيدا نسمع فينا وفهمك آخر مهم بالنسبة برشا للتوينسا كانت نبيل قروي اللي يتعدى على الجزائر ومشى لفرنسا من غير ما رجع على التونس مجيد زاروقي بش نسلك بربي يا مولاد ملاحظة وقت اللي وقت اللي أحمد بن صالح هرب من تونس هرب للتزير على الحدود خلصة وقت اللي محمد مزالي هرب من تونس هرب خلصة مزالي هرب من تونس هرب حتى واحد منهم هذو ما إلى تونس ما نعرفوش السلطات التونسية طلبتهم وليما نس كانت هربة على العدالة وما سلمهم حد غازي القروي ما طلبتهمش تونس ما طلبتهمش تونس شكرا لك مجيد زاروقي اخر سؤال نبعدو شوية على القانون نبعدو شوية على الجراءات وعلى البروسيدور هستك اليوم السلطات التونسية اخطانا бабا السلطات التونسية هستك اليوم هو يمكن أن يتعب البحر تزيد البحر اتفعه اتفعه أو أو شخصيون ، لا تزيد بحرات المثالية في ولكي لدينا أجل المقاربات داخل الشيء كان الرئيسية بالجامعة التي ستقيقنا فيها وعلى نعطل التهمية الخامة وبرنباً البحر ربناهاد السيارة لأذن انصابها تماماً. автомобиль لمشاهدة على كل الراقبات بالإمكانية تقليل من الجمال الذين يحفن؟ معاً على المساعدة بالقبل سيطرة. سألتون أنها مجتمع سيئة عبارة وقع ذلك تطبيق الأشياء والمعالجات بالتأكيدة. فقطباً. سألتون أن أتباع الشركات بالقبل في الوحيد الأشياء أنه لا يأتي أسفأل أيضاً جميع المعارضة لتعرفع ذلك وغير المعارضة. فقط بإمكانك فرصة ومستحقًا لأنه لا نصبع جميع الخاصة في الوحيدة سيديو الأشياء في الوحيدة ترجمياها حالاً من طوال البيعارات البعض وعقراع الدجارة ينتهيا جزوجة تنسيرة بالانضغار المالانيكاً خلال البيعارات التنطي الصفية الترجمانيكاً مع البيعارات التنمية ويوجه ينزل محلن أنت قطنع yo لعقة أخرى البيعارات التنطيطة أو الغية التنصيدة نظر إلى أن هذا هذا ألم كان حقاً علينا انا حقاً لديه نظرًا كمتلك تحقق من محل ستكون لدينا مجموعة للمشاهدة في المغرب ومجموعة الفرنسية في المغرب مجيد زيروكي ومصطفى كيسوس ومجموعة جديد زيروكي أتمنى أن نتعود إلى تونس شكرا لك قبل أن نذهب إلى سوريا بعد قليل وعلى الفيلم الموجود على الشاشة حاليا أشكال أقعد معنا في عنا أجند رجعنا مبعضنا ننصحكم طبعا في نفذتنا ثقافية بشتتفرجوا في الأفلام حاليا نرح بضيفي وضيفي اللي جيوا بشوية تأخير قلت نقبليك يظهر لي في لكم أشكال وصير لكم أشكال بشيتوا يوسف الشيبي مرحبا بيك يا عيش لباس مرحبا بيك ومعه بطلت الفيلم واحدة من الوجوه الجديدة اللي برس في الفيلم هذا فاتمة لوسائفي مرحبا بيك يا عيش بيش نتفرجوا شوية من البندانوس احنا عدينا قبليك خلي خلي نتفرجوا شوية بشوفوا الامبيانس متاع الفيلم هذا الشكال اللي موجود في القاعد في تونس حاليا عندنا أجندة نشوفوا البندانوس حاضرة البندانوس بي حاضرة ولا مش حاضرة هاي اللي لنزي بشانة في النار بتحركتش بص حدش بتسكتش عمرا مش بدلكم يحب يحرف روحو ولا ينتحر سياسية وفلسفية كبيرة كيفش تصنفو الفيلم انتاع كيفش؟ ايضا لا تطبيب أن أ Spartan للتعادة إلى الفرد وفي المدينة وفي المدينة توجد بالجهر على الصحيح عملها فقد اخترت فلم مدينة كما تفرجونه إذا أصبحت فلم sticky لكنсонان مدينة فلم تشترك فلم مدينة ولا سيانس فكسون هذي كالاويل اللي انتي تحكي عليها في المتشيء ما شوية هذي كالهذي كالهذي كالحساس اللي تحس به كي تبدأ تحاوز في كل بلاس هذي كالتوكا كي بديت نحضر في الفيلم دقواليها ثلاثة سنين تبنيت أكثر شوية المدينة أما أي من الول كي تبدأ تمشي غادي تحس بك اللي سنساشون هذي كديمة قوش عليهم البلاسات يتبعون فيك كي يبعينيهم قوش عليك فمشكون قاعد يغزر لك درير الفنات خذوكم دونك ولا حبيت كل شيء يمشي من الارشيتكتور متع البلاسة هذيكا وعملول حبيت نخدم على دو پرسوناج يلوجوا على حاجة في الدكور هذيكا ما ما يسلوش لقابها خطر ما ما نجموش حتى يفهموها خطر جوتما ما هاش من الواقع ما هاش فاتما لوصايفي انتي من الوجوه اللي اكتشفها الجمهور في الفيلم هذيه المخرج في نوسوشيبي قال دو پرسوناج يلوجوا على حاجة او اللي تلوجوا على حاجة اكثر برشة من عاليش قتلو عاليش حرق ورويحة موكول شو يلوجوا لپرسوناج متعك واللهي وي عندك الحق يها دو ديمانسيون فما يلوجوا الحكاية ان پرمیر لكتور هي justement الانكتة هذيكا وليلوجوا على پوليسيير والانكتة پوليسيير يلوجوا على عبد qui est responsable de ces امولations ومبعد بانسر كأبارتر دو مومانوين تدخل البعد الفانتسيك من عرفوش تلوج على روحة تلوج على حاجة كيهة دلو در در دلو دماجي تلوج على تلوج بشت بشت ذهر اللي مش اللي تشف اللي هو بالحق ومش اللي ما يتشف شو سابدر كيهة نهزيسته پا تلوج بشت دو مان الانبوز انفزيزيون فيمينيست ان اركتيب فمينال اللي هو قوي يسر متاع لفت دكروار في حاجات اللي ما همش راسيونال كنقولو حتى في السحر بش 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 وين صورتوه الفيلم في حادق قرطاج سبسيفكمان او في بلايس تعتاد تريس كالفكر مسكونة مسكونة بالسانس متيعنة معنى لو فما اروح فيها اي ياجم موحد يشوفها من السحر كان بشملك ميخ انا اظهر لي كال لفت لفت دكور هو ومن سر كيهة نخايني في الفيلم و او حاجات تريز عمام هالوفي او تجربة مع تحكين من المشاهدين نعم تقول بإشارة مع تحكين من المشاهدين تحكين من المشاهدين تقبلواه دوا منيار كما ونسواند صورث مارس حساب زيادة على خاطر ما يشابهش البارشة افليم مستنسيا بها ومالبعاء على خاطر بارشة عباد يتساعد لترجع ديماله الكس Möglichkeit شنو بشي هصير ولا شنو بشي أشكال دو إليه الثاني ماريوكم شوية اللي تكتب في بعض الصحف الفرنسية كما للموندو الليبيراتيون يوسف شابي نتصور أنك فرحان أنو الكريتيك عموما في تونس في هاو قاعدين ننشوفوهم حتى يخرجون بعض هذي مقال في الليبيراتيون على العموم الكريتيك سواء في تونس ولا في فرنسا كانوا إجابية في فيلم ما ووش سهل كي تشوف نتصور فرحان اليوم البابي طلع كما انت حبيتو في تلاثين ثانية حكيت الحرقة اليماج متاع طارق البعزيزي شو هيرا محمد البعزيزي كانت عندها مية في محرك ولا بريتو أنت فيلم بوليسي كنت نجم تحكي على أي نوع آخر هي عندها مية بيانسور خطر ومم بلس كي 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 كين لشوا متاع الحياة ذك اللي سورنا فيه هي المدينة ذكا جمدت خطر ثورة بديت خطر جزت ذكا محمد البعزيزي أما أنا من الأول بكل ما حبيتش نعمل ان فيلم نيوماج للبعزيزي ولا حتى للثورة يقول لك هذا يوجد مع هذه الممتابعة وهي ممتعت برهاتحة حتى لو قد كتشرات لتقضى للمانشاق وزحيزي وحما هذه المدينة لإمهم ويقظر تظهر هل تحكيس كذلك كذلك يهتم تحكيس وحما تحكيس وحما تحكيس وحما تحكيس cases تحكيب حتما أخذ من الخارج المترجمات بروهر وأن أتمنى أنت من يمكن أن تتفكر لهم ميزيزيز على ما يتحدث أو أهل في المصاربين وشكرا لك بشأنهم بأطفاء في المصاربين وشكرا لك هناك قبل المصاربين في المصاربين نحنًا 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 في المصاربين لماذا يحدث يكون هناك قائمة على المصاربين فيه حكاية برا وتفرجوا فيه في كل قاعد شكرا لكم يوسف شابي وفاتما روسايفي نعيش في عنا جندة بعد لحظات باش نكونوا في للأسف موضوع يجعنا أكثر ما يسيسلوهم موجودة مباشرة حلب في سوريا كانت كلامنا هنا جمو حتى نتعديو وقالنا نعمل قصة صغيرة باش نشوفوا الوضعية مباشرة في سوريا المجروحة بزلزال موجع وتاريخي للأسف